كرسة كبيرة حالة مبارح من بعد ما تحطمت طيارة الخطوط الجوية الأسيوبية من طراز بوينغ 737 اللي كانت مقلعة من أديس أبابا على طريقة للعاصمة الكينية نايروبي وقادة لموت كلي كانوا علامتنا اللي هن 149 راكب و 8 أشخاص من الموظفين اللي بيشتغلوا بالطيارة ركب الطيارة كانوا من أكتر من 30 دولة مقصمين على 32 كيني 18 كندي 9 أسيوبيين 8 إيطاليين 8 صينيين 8 أمريكيين 7 بريطانيين 7 فرنسيين 6 مصريين 5 هولنديين 4 هنود 4 أشخاص من سلوفاكيا 3 من النمسا 3 من السويد 3 من روسيا 2 من المغرب 2 من إسبانيا 2 من بولندا 2 من إسرائيل وكان في ركب واحد من كل من بلجيكا، اندونيسيا، صومال، ناروج، صربيا، توغو، موزنبيك، رواندا، سودان وأوغندا واليمن وعلى أسر هيد الحادثة أمرت السلطات الصينية شركة الطيران المحلية بوقف تشغيل التجاري لطيارات بوينغ 737 ما بيان بعد سبب الحادث لكن شركة الطيران ذكرت أن الطيار أبلغ عن وجود صعوبات وطلب العودة لأديس أبابا ويعتقد أن الطيارة تحطمت بمنطقت بشافتو يلي موجودة على بعد 60 كم بجنوب شرق العاصمة واختفت الطيارة المنكوبة من الرادار بعد 6 دقايق من وقت ما قلعت وتعتبر هيدا الطيارة جديدة نسبيا لأنها أطلقت بسنة 2016 وأضيفت لأسطول الخطوط الجوية الأسيوبية بأواخر السن الماضي وكان في طيارة تانية تاب على شركة ليون اير من نفس النوع تحطمت بالبحر حد اندونيسيا من 5 شهر على متنا تقريبا 19 شخص هيدا الحادثة شبيهة لحادثة سيبقى صارت بلبنان فكمان بالألفان وعشرة وقعت طيارة تاب على الخطوط الجوية الأسيوبية اللي هي كمان من طراز بوينغ 737 بالبحر الأبيض المتوسط بعد دقايق من تقليعة من مطار بيروت الدولة وكان علامتنا تسعين ركيب بينهم 54 لبناني ما تنسوا تعملوا سبسكريب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك امرددددددددددددددددددurance